موسيقى السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الأكارم هذه حلقة جديدة من برنامجكم حديث الصحفة نبدأها من شبكة الشام التي نشرت مقالا لزين مصطفى بعنوان جيش الفتح وحده من حرر إدلب يقول فيه الكاتب بأنه ليست جبهة النصرى من حرر إدلب وليست حركة أحرار الشام من حررها ولا حتى جند الأقصى ولا أي فصيل له الحق بالقول أو الحسم أنه من حرر أو طرد المحتلة عن الأرض إنما من حرر هو جيش الفتح والتسمية التي يجب أن تطلق التي يجب أن يتم ترديدها التي يجب الإصغاء لها هي جيش الفتح والنجاح جاء بفضل التوحد فقط وتوحد وحده من أفضل هذه النتيجة فلا راية هذا أو ذاك ولا قوة سين أو عين وإنما القوة المشتركة وهذا ما يجب أن نكون عليه لنقطع الطريق أمام الجميع ونقصد الجميع بكل ما تحوي الكلمة من معنى وتوجهات والتجاهات فلا تهليل لهذا الطرف أو لتلك الراية بل التهليل بالاتحاد والتوحد والتنظيم والعمل المشترك وكل من يركز على طرف بعيد عن الجسم الموحد ما هو إلا عابث أو باحث عن إعادة الفرقة وتعزيز التشتت ولا شك أن الرؤية الموحدة نحو هذا الأمر ستكون سدا منيعا أما المحاولات التي تهدف إلى إصباغ العمل الثوري السوري بلون واحد رؤية تدفع العالم للمتعاد من أي تقدم للثوار على الأرض أو أي نجاح لهم على المستوى السياسي أو المستوى الآخر فالعيون فاحصة والأياد تحاول العبث والتخريب بشكل خطيث وخبيث ودنيئ لا أقصد إنقاص الفرحة بعودة إدلب إلى حضن الأحرار ولكن يجب أن نتوجس أمام من يسعى لدس السم في اللبن وسعي بعض الجهات التي تتبجح بالمعارضة للقضاء على بقايا التأييد الشعبي العالمي للثورة بنشرها خبر مفاده جبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة في سوريا يسيطر على إدلب في حين أن النصرة ليست وحدها ولم تسيطر وحدها ولم تعمل لوحدها وإنما كانت جزء داخل جيش الفتح الذي أعلن الفتح اليوم صحيفة القدس العربي نشرت مقالة لفيصل القاسم بعنوان لماذا لا تتعلم إيران من الاتحاد السوفيتي البائد بهذا السؤال عن ونا فيصل القاسم مقاله شبه فيه إيران بالسوفييت الذين استخدموا أسطورة الشيوعية لخلق قوة عالمية بينما إيران تستغل الأديولوجية الدينية المذهبية للتمدد في أكثر من مكان في هذا العالم موضحا أنها لا تكتفي بتطبيق نظرية ولاية الفقيه داخل البلاد والحكم بموجبها بل تحاول تصدير ثورتها التي لطالما هددت الجيران بها بطرق جديدة تقوم على دعم المذهب الشيعي هنا وهناك واستخدام الشيعة خارج حدودها في معاركها وحروبها التوسعية وإذا لزم الأمر لا بأس في تشيع الآخرين تماما كما كان يفعل السوفييت الذين جندوا ملايين الأشخاص في العالم تحت راية المطرقة والمنجل ورأى القاسم أن التجربة الإيرانية مقارنة بالتجربة السوفيتية في تمدد خارج البلاد عبر الأساطير الأديولوجية والروحية تعتبر أكثر خطورة لافتا إلى أن الانتماء العقائدي السياسي السوفيتي انتهى في كل أنحاء العالم تقريبا بسقوط الاتحاد السوفيتي بينما الانتماء المذهبي والتشيع الذي تعتمد عليه إيران في المنطقة لتوطيد نفوذها سيكون شرارة قد تشعل حروبا مذهبية لا تبقي ولا تذر وتتجلى ملامح هذه الحروب في رد الفعل العربي والإسلامي على التورط الإيراني الفاضح في سوريا والعراق واللبنان واليمن وأكد القاسم أن إيران تلعب لعبة خطيرة للغاية سيذهب جراءها ضحايا كثيرون من السنة والشيعة على حد سواء مبرزا أن اليمن يشتعل على أساس مذهبي وكذلك العراق وسوريا ولبنان وكذلك إيران نفسها بدأت تدفع أثمانا باهظة جدا لحروبها التوسعية ليس فقط من ثرواتها بل أيضا من أشلاء أبنائها خاصة بعد أن بدأت مئات الجثامين تصل طهران من ساحة الحرب السورية والعراقية واليمنية وختم القاسم مقاله متسائلا هل تعلم إيران أن القوى الكبرى سمحت لها أن تتمدد كي تتبدد لماذا لا تتعلم إيران من الاتحاد السوفيتي الذي كان من الخارج رخاما ومن الداخل سخاما في صحيفة الحياة اللندنية نقرأ مقالا لغسان شيربيل تحت عنوان قمة الهجوم المضط أشار فيه الكاتب إلى أنه حين يفتح القادة العرب في شرم الشيخ اليوم خريطة العالم الذي ينتمون إليه ستفوح رائحات الدم الدم السوري والعراقي واليمني والليبي والصومالي فضلا عن دم القضية المركزية والتي كانت تحظى بهذا الوصف مضحا أنهم إذا أمعنوا النظر استقبلتهم الأهوال خرائط ممزقة وشعوب تائها ودول مفككة وحدود منتهكة وجيوش متهالكة وأسراب من الظلاميين وميليشيات عابرة للحدود وسكاكين مذهبية وحدها مصانع الجثث والأرامل والأيتام تعمل بكامل طاقتها وبعد أن لفت إلى أن تطورات اليمن وباب المندب أدت إلى قيام تحالف مؤثر أطلق عملية عاصفة الحزم وهي عاصفة لم يتوقع كثيرون إمكان هبوبها رأى الكاتب أن التحالف الجديد المنطلق من تحالف سعودي مصري شكل أول محاولة عربية جدية لتعويض غياب الدورين العراقي وسوري معا وأكد الكاتب أن ولادة نواة عربية مؤثرة ستمكن العرب من التحدث إلى القوى الإقليمية والدولية من موقع آخر وستعطيهم أيضا حق التقدم لمعالجة الملفات العربية الساخنة أو على الأقل حق الحضور في هذه المعالجات مشددا على أنه حين يسترجع العرب قدرتهم على تقديم أنفسهم لاعبا مقنعا على أرض المنطقة ستتراجع شهية الآخرين في تسجيل اختراقات في داخل الملعب العربي صحيفة إلاف الصادرة من لندن نشرت مقالا لساميرا مسالمة تحت عنوان أمريكا والعباء الإيرانية الجديدة أشارت فيه إلى أن أمريكا تراهن اليوم على قدرتها في كسب معركتها في منطقة الشرق دبلوماسيا دون زج جيشها في أي معركة تعتبر نفسها بها خاسرة سلفا أمام الرأي العام الأمريكي الذي يطالبها فعليا بتركي صحات القتال المشتعل في أكثر من مكان وتوفير عامل الأمان لجندها الذين يعتبرهم الشعب ضحية سياسات فاشلة للإدارات الأمريكية ولفتت الكاتبة إلى أن تقدم قوى المعارضة في سوريا وانتصارتها في أكثر من مكان من درعا إلى إدلب قد لا يكون بإرادة أمريكية لكنها لن تتورع هذه الأخيرة على اعتباره نقطة قوى لها في معركتها التفاوضية مع إيران موضحة أن ذلك جعل المسؤولي أكبر على قوى المعارضة السياسية الممثلة بالإتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بتحصين هذه الانتصارات وإلزام حلفائهم من دول خليجية وغربية بالإضافة إلى تركيا بمساندة الفصائل وتثبيت تقدمها كورقة أخيرة للإتلاف بتثبيت وجوده كممثل شرعي للشعب السوري حسب مقرارات الجامعة العربية في الثالث من شهر آذار لعام 2013 وأصدقاء الشعب السوري وأبرزت الكاتبة أن إنجاز الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي سيغير وجه المنطقة عموما يثير ريبة الدول الإقليمية جميعها بما فيها الحليف الاستراتيجي لأمريكا إسرائيل منوهة إلى أن تركيا ليست بعيدة عن شعورها الذي تجاوز القلق إلى مرحلة الحذر المتأهب صحيفة الغد الأردنية نشرت مقالة لجمان غنيمات بعنوان القيمة العربية ما الهدف؟ تطرقت فيه إلى انطلاق اجتماعات القيمة العربية أمس في شرم الشيخ بمصر والدول العربية تمر بأزمة على مستوى الدول كما على مستوى التحالفات مشيرة إلى أنه مع تعمق حالة الوهن العربي وغياب الرؤية العربية المشتركة في مواجهة التحديات يبدو المد الإيراني مدفوعا بدعم أمريكي كبير في ذروته سعيا إلى السطوع على باقي المنطقة العربية وأبرزت الكاتبة أنه على الرغم من التهديدات التي تطل برأسها من كل صوبة وفي كل دولة تغيب مع ذلك الرؤية الجامعة والقواسم المشتركة بين الدول العربية لا سيما في مواجهة أكبر تحديين وهما التنظيمات الإرهابية التي تصطع على أكثر من دولها فيما تختبئ خلاياها النائمة في دول أخرى والتهديد الإيراني الآخذ بالاتساع مقابل انحسار الدور العربي وغياب الإرادة لمواجهة هذا التحدي وتبعاته ورأت الكاتبة أن هذه القمة ستمر على الأغلب وفق السيناريو سابقاتها وإن كان الملف الأكثر سخون الذي يتصدروها هو الحرب التي أعلنتها السعودية على الحوثيين في اليمن ضمن تحالف عريض يدعم المملكة في رسالة ربما تمثل لأول مرة منذ سنوات فعلا وليس رد فعل صحيفة الجارديان خصصت صدر صفحتها الأولى لموضوع لغز الطائرة الألمانية ونشرت فيه تقريرا بعنوان صور تظهر رجل مريضا انتشرت مؤخرا لكن سمح لهذا الرجل أن يطير عده لوك هاردينغ يقول لوك في تقريره أن أندرياس لوبيتز كان قد عامل في مطعم بيرغير كينغ للوجبات السريعة قبل أن يصبح مساعد طيار وكان راتبه أربعمائة يورو ثم ترك الوظيفة في بيرغير كينغ والتحق بشركة لوفت هانزا كما يقول مديره السابق ديتليف ألدوف لكن لوبيتز لم ينسجن في وظيفته الجديدة وشكال مديره السابق بأنها مشحونة بتوتر وذكر التوتر لكنه لم يذكر الاكتئاب لكن لوبيتز كان يعاني من مشاكل نفسية أخفاءها عن رؤسائه ومن الأمور التي اكتشفها الطاقم الذي يحقق في سقوط الطائرة الألمانية أن مدرسة لوفت هانزا لتدريب الطيارين في ولاية أريزونا كانت قد قررت أن اللوبيتز غير ملائم لطيران كذلك اكتشفوا أنه قضى سنة ونصف يتلقى علاجا نفسيا وأنه شخص عام 2009 بأعراض اكتئاب حاد وفقا لصحيفة بيلد الألمانية صحيفة أكشم التركية نشرت مقالا لأفق ألطاش بعنوان عملية عاصفة الحزم حيث يتساءل الكاتب قائلا كيف وصلنا إلى مرحلة دخول السعودية عسكريا إلى اليمن وسؤال الهام الآخر الذي يرافق هذا السؤال وكيف أن السعودية تحملت كل هذه المدة ولم تتدخل في الملف اليمني يشير الكاتب إلى أن علي عبدالله الصالح مستمر في تحكمه في البلاد وكأنه رئيس لليمن برغم تركه لمنصبه بصورة رسمية فكان له والابنه دور بارز في وضع الألعاب تحت رئيس الجمهورية عبدرب ومنصور هادي وتعاون مع الحوثيين باستخدام نفوذه في الجيش اليمني وسهل مهمتهم في سيطرة على اليمن شيئا فشيئا ليحول الرئيس اليمني بعدها إلى الحبس المنزلي وبكل تأكيد لا يمكن إخفال دور إيران في كل هذه الأخداث فإيران التي تملك علاقات قوية جدا مع الحوثيين قد ساهمت بدعمهم بكل أشكال الدعم العسكري من التدريب إلى السلاح إلى آخره وهكذا بعد الحديث عن سوريا ولبنان والعراق وصلت إيران لنقطة هامة وهي اليمن لكن اليمن على مرمى حجر من السعودية التي تعتبر المنافس الرئيسي لإيران فاليمن تشكل قفلا هاما على حدود السعودية وأمنها الداخلي برغم الأهمية الجغرافية الهامة لليمن بالنسبة للسعودية إلى أنها غضت الطرف مطولا عن تمدد الحوثيين فيها وكان وقوف الحوثيين ضد الإخوان المسلمين وضد القاعدة سبب هام من أسباب غض الطرف عما جرى من قبل السعودية لكن ما حصله أن الإخوان المسلمين ابتعدوا كليا عن الصراع المسلح لينتشر الحوثيين بسرعة في اليمن بمساعدة علي عبدالله الصالح ليتحولوا إلى عنصر تهديد رئيسي للمملكة العربية السعودية وهكذا أصبح النفوذ الإيراني يسيطر على دمشق وبيروت وبغداد وعلى صنعاء الحديقة الخلفية للسعودية وأول خطوة قام بها الملك السعودي الجديد هو أنه قام باستبعاد كل من قام بالتحالف الخاطئ إبان حكم الملك الراحل أصبح الشرق الأوسط يقاد بحروب الوكالة فاليوم لا نرى من يقود الحروب فعليا في العراق ولبنان وسوريا واليمن في الساحة وإنما يقودونها من خلال وكلائهم لكن إيران دفعت بكل قواها في العراق وسوريا ليس من أجل دعم وكلائها هناك فحسب وإنما من خلال بسط أحضيتها في تلك الدول فبدأت تقود العمليات بصورة مباشرة في حين كانت السعودية مشغولة بمحاربة الظلال لكن في اليمن ارتكزت السكين على العظم لهذا اضطرت السعودية إلى الدخول في اليمن بخلاف الوضع في سوريا والعراق في المقابل تدل كل الأمور والدلالات على أن ما يجري هو تصفية حسابات فيما يحصل هو تصارع قوتين مذهبيتين برغم استخدام إيران لعنصر المذهب بصورة أكبر من السعودية إلا أنه في المحاصلة أكثر من يدفع الثمن هي شعوب هذه المنطقة للأسف بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون قد وصلنا لنهاية الحلقة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى